أعوذ بالله بشتر جيم بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم وصلا لك يا حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما مع سيرة سيد المرسلين صلوا عليه مع الدرس السادس عشر بعد المئة الثانية ومع الدرس العاشر المتعلق بغزوة بدري النبي عليه الصلاة والسلام لما استمع إلى إشارة الصحابة له قال لهم عليه الصلاة والسلام أبشروا فكأني أنظر إلى مصارع القوم فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم إشارة للصحابة بأن يتحركوا بعد أن عرف مكانهم وقام بكل التحريات الواجبة أمرهم بالتحرك فبدأت تظهر هذه الآيات والمعجزات أمر الله السماء أن تمتر تمتر في العدوة الدنيا حيث النبي وأصحابه والعدوة القصوى حيث المشركين المطر مطر لكنها عند المؤمنين ليغتسلوا من رجل الشيطان وليربط على قلوبهم وليثبت الأقدام فكانت الرمال بهذه الأمطار تتحول إلى كتل صلبة تعينهم على سرعة الحركة لكي يصلوا إلى الماء قبل وصول المشركين فمن سيطر على الماء سيطر على أعظم وسيلة من وسائل الضغط على العدو الماء ينزل هو هو في معسكرهم عند العدوة القصوى فيفتت الأرض ويفتت الرمل وإذا بمشيتهم يعتريها بطء شديد وثقل كبير وتعب الله وحده يعلم ما سببته الأمطار للأعداء وما يعلم جنود ربك إلا هو فوصل النبي صلى الله عليه وسلم أولا عند الماء وبضر فيه قلوب أبيار أبيار هالبير هابير 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 فتترس النبي صلى الله عليه وسلم عند أول القلوب صلى الله عليه وسلم نزل عند أول بئر لقيه في طريقه إلى بدر فإذا بصحابي جليل يسمى الحباب بن المنذر قال للنبي صلى الله عليه وسلم أراك تترست في هذا المعسكر يا رسول الله أهو أمر أمركه الله لا نتقدم ولا نتأخر أم هو الرأي والحرب والمكيدة هذا المكان الذي نزلت فيه هل هو بأمر الله لا نتقدم ولا نتأخر سلمنا أم أنه يعود إلى قرارك أنت ولا علاقة لقرارك بأمر الله قالوا لا لا إنما هو الرأي والحرب والمشورة والمكيدة قال هذا ليس بمنزل يا الله النبي كان يستشيرهم أشيروا عليه فرب الصحابة على أن لا يسكتوا إذا رأوا شيئا لهم فيه ريبة لأن ما قال لهم شيء أشيروا عليه لكن رأى الناس الذين لا يسكتون إذا رأوا ضيما أو رأوا خطأا أو رأوا ما يمكن أن يدلوا فيه بدلوهم قال لهم ماشي شيء هذا أمر الله إنما هي الحرب أنا أتصرف الآن ليس بناء على أوامر الله أنا لا أتصرف تصرف النبي المبلغ عن الله أنا أتصرف تصرف قائد الجيش قال له هذا ليس بمنزل قال له وكيف قال له يا رسول الله نذهب إلى آخر بئر في بدر فنعمد إلى الأبيار التي قبلها فنطمرها قال لك الأبيار واسم جيروا الرجموها فيبقى بئر واحد فنبني سهريجا فنملأه بالماء فنشرب ولا يشربون ونسقي دوابنا ولا يسقون فيقعون في ورطة لا مخرج لهم منها قل أشرت بالرأي يا حباب جزاك الله خيرا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الجيش أن يتحرك إلى أدنى ماء في بدر وعمد كما أشار الحباب إلى القلوب التي قبلها فأطمرها وردمها وبنى صهريجا كما أشار الحباب فجلبوا الماء من البئر وأخرجوه وملأوا الصهريج والآخرون يرهم يتحركون بصعوبة سنقف اليوم عند هذا الأمر هذا هو الدرس دي العاشر في غزوة بطر هو هذه المسألة مسألة إشارة الحباب بن المنذر على رسول الله أن يغير المكان الذي تترس فيه من هنا نعلم أمرا عظيما في ديننا أسموه هذا الأمر أن النبي عليه الصلاة والسلام له وظيفتان وظيفة النبي المبلغ عن الله ووظيفة الإنسان الذي يتصرف وفق ما تقتضيه المصلحة وهو قائد عسكري ورئيس دولة وقاضي وحاكم يتصرف في بعض الأمور تصرف الإنسان القائد أي في معزل عن الوحي وهذا ما فهمه الصحابة في غزوة بدر مباشرة نفهم ذلك في الأدب الجمي الذي اعتارى تدخل سيدنا الحباب قائلا للنبي يا رسول الله شاف بإن لها المسألة مشيح تلتم على ما يقول له تجربت العسكرية كتقول له بأن هذا المكان الذي جلس فيه النبي وتترس وتعسكر فيه هو مكان لا يصلح أبدا لأننا نعطي للأعداء فرصة كبرى لكي يأخذوا الماء إذن ما فعلنا شيئا أي أن الآية الربانية التي أعانى الله بها المجاهدين من الماء التي نزلت فاغثبتت أقدامهم وإذا بهم يسرعون لم يذهبوا إلى أبعد ما كان يريد الله سبحانه عز وجل وهو أن يسيطروا على الماء فبأدب جم قال يا رسول الله هذا المنزل الذي نزلته هل هو أمر الله أمرك أن تنزل هنا فإذا لا نقدم ولا نؤخر سمعنا واطعنا وإما هذا إنما هو من عندك أنت ومن اجتهادك قالوا لا هذا من عندك هذا قرار عسكري لقائد على شيوش ما عندكش علاقة بلوح ما كانش علاقة بلوح ففهم الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف إما بناء على كونه نبيا يبلغ على الله وإما كونه رئيس دولة يتصرف في الكثير من الأمور الاعتيادية وفق ما تقتضيه مصلحة الأمة فيجتهد لمصلحة الأمة سبحان الله إذا قال قال الله والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ عن الله واذا ما غير يقول للناس سمعنا واطعنا تكون في توال من لكل الناس في كل زمان تلزمنا في كل زمان لأنه إنما يبلغ عن الله لكن لقيتها اللي يتصرف وفق ما تقتضيه المصلحة في وقت معين في مكان معين وحسب اجتهاده تلزمه هو في وقته في زمانه في مكانه سبحان الله سبحان الله وهنا هنا قد يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور التي لا نص فيها ولا يبلغ اجتهاده ما هو الكمال في علم الله يا ربي يا ربي يا ربي قد يجتهد النبي قاضيا حاكما بمعزننا الوحي فلا يبلغ اجتهاده ما هو الكمال في علم الله والله لا يقر النبي على ذلك الاجتهاد الذي لم يبلغ الكمال في علم الله فيتدخل فيرفعه فيرفعه أراكم فاهم من هذه القضية إن شاء الله سبحان الله النبي عليه الصلاة والسلام يجتهد فلا يبلغ اجتهاده ما يريد الله يقال تحت تكون يرفع ذلك الاجتهاد فالله لا يترك اجتهاد النبي هنا وازمو يدير يأتي بالأسباب ليرفعه إلى ما هو الكمال في علم الله هو الآن اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا المعركة فتترس هنا فجاء الصحابي ليسأله فيقول له هذه فقط اجتهادي يقول له هذا ليس بمنزل فأعطاه رأيا آخر رأاه النبي أصوب ثم نزل النبي على رأي صاحبه فكان الكمال في علم الله رأي النبي ولا رأي الصحابي الصحابي سبحان الله وسترون أن مثل الله عليه وسلم في غزوتي زيد بدرين في مسألة أسارة بدر النبي الآن يستشير أبا بكر وعمر ماذا نصنع مع الأسارة أبو بكر يقول لعلهم يكونون قوة للإسلام فيسلموا فنريهم رحمة هذا الإسلام فنقبل الفداء والمال يقول عمر انت يقول له صلى الله عليه سيدنا عمر يقول له شوف علينا أن نقتلهم جميعا وأن نثخل في الأرض حتى يعلم الكافر أنه لا رحمة في قلوبنا عليهم حتى لا يتجرأ علينا في المستقبل والذي يصلى الله عليه وسلم يبقى يشوف 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 فدخل إلى بيتي ويبقى يرجح فخرج فرجح رأي أبي بكر في وقت اجتهاد أنت عنده فين مشاه مشاه أنت أبو بكر فينزل الله القرآن فيرفع اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما هو الكمال في علم الله اللي هو رأي عمر فيصوب رأي عمر حتى يدخل عمر على النبي وأبي بكر وهما يبكيان فيقف عمر عند عتبة الباب وهما يبكيان فقال لما تبكيان حتى أبكي ببكائكما علاش قالوا لو نزل العذاب زيد لما نجا أحد إلا أنت يا عمر يشير إلى أن اجتهاد عمر هو الذي يبلغ الآن الكمال في علم الله إذن بسمه نديره النبي إذا لم يتصرف تصرف النبي زيد يتصرف تصرف المجتهد الذي يريد بصلحة المسلمين فقد يصل اجتهاده إلى ما هو الكمال فيسكت الوحي وقد لا يصل اجتهاده إلى ما هو الكمال في علم الله فيتدخل إما برأي صحابي فيرفع الاجتهاد إلى ما يريد الله ويسكت الوحي وإما أن لا يوجد صحابي فيرفع الاجتهاد فيتدخل الله بالقرآن ليرفعه فلا يترك اجتهاد النبي آبدا أقل مما هو الكمال في علم الله الله فعل ذلك النبي مرارا وتكرارا يا سبحان الله فعله مرارا وتكرارا ولذلك نقول الله تعالى حينما يقول للنبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تعخر هل النبي يذنب هذا وش حاج كلمة هل النبي يذنب عبي قال له يغفر لك ما تقدم من ذنبك الله يثبت له الذنب يا سبحان الله والله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فأي ذنب يذنبه من يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعتمد الذنب فهو الله يستري فالله يقول والله يعصمك من الناس أي الله تعالى لا يصلت عليك الناس أبدا حتى تبلغ رسالة الله تعالى فالنبي صلى الله عليه وسلم معصوم ما معنا معصوم الله حافظه باش يؤدي الرسالة دياله هذه فهوما النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعمد فعل الذنب أبدا والخطأ ولاش قال له الذنب احنا نقولون نبي صلى الله عليه وسلم لا يتعمد يمشي الذنب أعوذ بالله إذن ما هو الذنب المقصود هنا في القرآن ما هو الذنب المقصود هنا سسمعوا مزيلا هذين ثلاثة نتعلم مسائل هذين ثلاثة نتعلم مسائل ليس الإنسان يسقصيه على قضية الذنوب نتعلم هذه الآية يجاوب على هذا المسأل المسألة الأولى أن العلماء يقولون حسنات الأبرار هي سيئات المقربين معروف هذا يقول حذيفة للتابعين إنكم تعملون أعمالا هي في عينكم أدق من الشعر وإنا كنا نعدها على أهد رسول الله من البوبيقات ثم كتبالوا بالله أعمال كبير عدس الضرب لنبي صلى الله عليه وسلم كنا حاسبين ماشي مو بيقات للنس الأبرار الأعمال الصالح عندهم من يتقررهم على الأعمال المقربين المقربين عند ذلك الأعمال الصالح عندهم هذه ذنوب لأن هذه الإيمان تحمل قوي ينظرون إلى الصالحة أنها ذنوب دخل رجل على ابن عمر فقال يا ابن عمر إننا ندخل على الأمير فنقول له قولا ليس فيه لإرضائه قال إننا كنا نعد ذلك نفاقا على عهد رسول الله ما نتابعين نتابعين مع السيدنا ابن عمر ما العمل تحم يكون يتحسب عليه السيدنا ابن عمر واسمه هو واسمه يقول لي نفاق لكن الأخرين هذاك في نصله هذاك في نصله ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء لهو خير الخلق ما يعد في حقه ذنبا يكون في حق الصحابة واسمه واسمه من أكبر قربات وما يعد عند الصحابة ذنبا عند التابعين من أكبر قربات وما يعد عند التابعين ذنبا هو عند تابع التابعين من أعظم القربات وهكذا كلما كانت منزلتك من القرب من الله عالية كلما كنت زيد ممن يشدد عليك لو كان تدير شي حاجة صغيرة سيدنا يوسف عليه السلام نجي أخر السيد السيد قال له أذكرني عنده مهما أذكرني عنده كنتمشي الله يخليك ما تنساش بالله يوسف الأخر سيدنا ربي قال له أذكرت ربه المالك دياله ونسيت الرب ديالك فلابث في السجن بضعسين على الله حسب عليها ما حسب عليها وحد اللي عنده الإيمان لكن هذا نبي هذا نبي هذا هذا نبي ولذلك إذا كلما ارتفعت درجة عند الله كلما كان حساب الله له شديدا لأن حبيبه حبيبه ما يبغيش دير شي هذه اللولة المسألة اللولة واسمها أن الذنب في حق النبي زيزر هو من أعظم درجات القرب عند من هم دونه من الصحابة هذه اللولة المسألة الثانية أن الإيمان ثلاثة أنواع إيمان مستقر دائما وإيمان يزيد وينقص وإيمان يزيد دائما إيمان المستقر دائما وإيمانه زيد الملائكة ما يزيد ما ينقص زيد الإيمان اللي يزيد وينقص ديال من؟ ديالنا يزيد بالطاعات وينقصه بالمعاص والإيمان اللي دائما زيد ديال الأنبياء وعلى رأسهم رسول الله واسموه الذنبه اسمعوا فاليوم ازداد النبي قربا إلى الله على الأمس فزيادة الإيمان في هذا اليوم تجعل النبي حينما ينظر إلى اليوم الذي مضى أنه كان مقصرا في حق الله فيغان على قلبه فيستغفر فيقول إنه لا يغان عن قلبي وإني لا أستغفر في اليوم سبعين مرة وفي الحديث مائة مرة لأن الإيمان دائما زيد دائما زيد كل مني يزيد كنت شخص كنت أعصى الله ماشي كنت أعصى الله كنت يعني ذاك الإيمان اللي عندك وصلك غير لك المرتابة فلما ازددت قربا من الله رأيت من علو أن المكان الأسفل الذي كنت فيه في الأمس توقع القصة قولي يا ربي يا ربي يا ربي كنت مضيع يا ربي هذه اللحظة غين انت يا إن شاء الله كل ما يزيد إيمانك وتقول لي اللورد قولي يا ربي واسموه كنت ندير وانت كنت فرحان ذاك الصلاة اللي كنت تصلي هذه اللي يامات تقطق وعجبتك لكن من يزيد إيمانك واسموه كنت تقول ربي ربي على أصلا اللي كنت تصلي مني كانت عندي 25 عشر ربي 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 وانت كنت فرحان مناشع ذاك لأن الإيمان الذي ازداد جعلك تنظر إلى تلك الأيام بذلك القدر من الإيمان أنك كنت مقصرا هذا هو الذن ما هو اسم الذن هو ليس فعل ديال الذن ولكن هو فارق الإيمان الذي يجعلك حينما ترتفع وتقترب من الله أنك في الأيام التي كان الإيمان على قدر ما كنت ترى ترى أنك كنت مقصر فيغان على قلبي القلب ديال يحسبا يا ربي يا ربي غفر لي يا ربي وما دارش الذن يا ربي غفر لي يا ربي غفر لي يا ربي والثالثة ليها اللي يدي أنا هي اجتهاده يجتهد فلا يبلغ اجتهاده الكمال كما هنا فيعتبر في حقه يا الله النبي صلى الله عليه وسلم يرى أن اجتهاده حينما يجدهد ولا يصل إلى ما هو الكمال فيتدخل الوحي لرفع اجتهاده إلى ما هو الكمال هذا يجعل قلب النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله دير استرمز يعني هذو ثلاثاء يخص ابنا دم اكو تشوفوا ذاك البوهن دي واسمه كي يقول على هالكلاب اشتوله مستوش ها كيف يتكلم عن هذا الموضوع تكلم عن هذا الموضوع ولا يقول لك يقول كنبي صلى الله عليه وسلم يذنب صلى الله عليه وسلم بهذا الوقاع وهذا المصيبة دير واحد استر ونتكلموا الآن شاء الله تبارك وتعالى ما هو اثر هذا على التشريع كثير من من لم يفهم السنة يقع في خلاف كبير مع الأمة لأنه لم يفهم هذه الحقيقة فيحمل الناس على أمر لم يتصرف فيه النبي تصرف النبي وإنما يريد أن يحمل الناس على ما أثر عن النبي وهو يتصرف تصرف المجدهد للنبي فيجعل الاجتهاد البشري في منزلة الوحي وهنا يقع وليذ بله خلط عظيم انتهى الآن غادي تبشر الله احفظه استتحمل الناس مثلا على واحد الأمر دي المسألة مكان عسكري كنت تقوله النبي صلى الله عليه وسلم واش نبي صلى الله عليه وسلم كي يوجه مثال العسكري يقوله انت فين تقلس ولا فين ما تقلس ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام إذا تكلم اخسنا واسمه ينابغينا نفهمه الحديث عن نبي صلى الله عليه وسلم استمحوا لي في الدرس التعالي اليوم شوية في المسائل الأصولية اكتب فيها كتاب الله يجزي بخير سعد ديل العثماني تصرف النبي بالإمامة كتاب إن شاء الله تبارك وتعالى مزيان ومفيد grown الله الرسول عليه الصلاة والسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كلما قاله رسول الله يندرج في إطار التبليغ عن الله قال رسول الله إنما العمال بالنيات عن ماذا يبلغ عن نبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقلو النبي عليه الصلاة والسلام مثلا من قتل قتيلا فله سلبه قال رصفي الصحيحي من قتل قتيلا في المعركة فله سلبه اللي يقاتل ويقتل شيء واحد في المعركة كي يدي واسمه الفرص دياله والدرع دياله والسف دياله هو يديه هذا من حق المجاهد الذي يقتل هذه واش قالها نبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عن الله أمر الله وقالها هو لكي يشجع المقاتلين على الإقبال في الجهاد يلا الله سيدي لو كان قالها النبي صلى الله عليه بصفته النبي معناه في التاريخ انتع الأمة كاملة حينما يلتحم صفان صف المؤمنين يقاتل الكافرين أي أن أي مؤمن يقتل رجلا يقتل في الطيارة يدي الطيارة دياله يدي السلب دياله معناه هذه تولي واسمه حكم عام يتعدى بعد الزمن والمكان ولم يتصرف تصرف فقط القائد فهذا لقيته هذا كل الناس قالوا إنما فعل النبي هذا وقاله بصفته قائد عسكري يبحث مصلحة الجنود ويشجع المقاتلين على الإقدام حتى يبلوا البلاء الحسن فينتصروا إذن هذه الآن من الناس وماذا تحمل عليها الناس لا تحمل عليها الناس يا سبح الله هذه لا نحمل عليها الناس الحديث صحيح حديث صحيح إذن ما بقتش قضية حديث صحيح بقت وشها الحديث صحيح قالوا نبي مبلغ عن الله فهو يلزمنا جميعا أو قاله وفق تصرفاته بالإمامة إمامة ما لا إمامة قائد الجيش قاضي المسلمين قائد عسكري النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث أنت عن نبي عليه الصلاة قال من أحياء أرضا مواتا فهي لا يا الله من أحياء أرضا مواتا الحديث صحيح هل قالها النبي تبليغا عن الله قال لحيا أرضي مشيدها تلزم جميع المؤمنين إلى يوم القيامة أو قالها نبي صلى الله عليه وسلم فقط ليشجع الناس لاستصلاح الأراضي الزراعية وعن تقوم هنالك نهضة زراعية تصل في النهاية إلى الاكتفاء الذاتي بالنسبة للأمة حتى لا تكون عالة على غيرها أنا العلماء جاء قال لي واسمه إنما قاله بصفته رئيس الدولة يريد أن يقيم نهضة فلاحية في الأمة الكلام طويل ومقصود اللي بغي تلخصه للناس في السيرة باش يفهموه كايش مخترت الحديث صاحيح لكن لم يعرفش يتعامل مع الحاديث ويحسب لقاءة الحاديث هي في مرتبة واحدة أنها إنما قالها النبي بصفته نبي صلى الله عليه وسلم تلزم الجميع كي يكون أهمل أمرا عظيما ووقع عنده خلط عظيم ستكون له الآثار السلبية على طريقة سلوكياته في الأمة ما دام لم يحقق بين الأمرين هذا موجود بزيار موجود بزيار صلى الله عليه وسلم لا يدعو زيار هاديث صحيح وكيفاش قتولوا هل تصرف النبي هنا تصرف المبلغ عن الله أم تصرف رئيس الدولة ليسجر الناس الذين يستهترون في مسألة الطاعة للخمر ليسجرهم مرة واحدة النبي فعل ذلك لأنه رئيس دولة ولأنه لم ينفذ أبدا حكم القتل على من شرب الخمر أكثر من ثلاث مرات فكان القصد هو الزجر فلو يكون ذلك حكما لكن تجيب الأمثلة بزاف وهذا يقع فيه الناس في خلط عجيب فيقع اضطراب كبير وهذه دخل إن شاء الله في كيفية التعامل مع سنة رسول الله أنا أتمنيت قاعد لي يقرأ السيرة يقرأ واحد الكتاب زيان دي القرضاوي وهو كيف نتعامل مع السنة ظوابط التعامل مع السنة نعطي المثال التالي ونكمل شوفها سيد الله يرحملك حديث انت حسدنا رسول الله هذا جابت لنا غزوة بضر إقضية أمنزلاً أنزلكه الله ولا الرأي والحرب الماكينة شوفين وصلتنا شوفين وصلت الناس عندك سيدي حديث انت على رسول الله صحيح صحيح يوسس معهم زيلاً هذا يكتب عليها الإمام بن تيمي يكتب كامل تحت عنوان رفعوا الملامة عن الآئمة الأعلام يعني الآئمة كيختلفوا يوري لهم كيفاش دلوا اختلفوا مختلفوا شاكدك عن هوا لكن عناء دراسة جانب شوفهم هوا حديث انت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أnicos حديثوا الصحابة في الحاديث أولاً من ناحية السند يوسمعهم زيلاً هناك من يرى سنده زيلاً صحيح وفي الم 프로 وفي المشاهد لأن هؤلاء الذين روا عليهم الحادث هديث يراهم كلهم ثقات أما الآخر فعنده فلان مجروح ههم اختلفوا بعدها واحد مجموعة اختلفت خائفة السند وحد يأخذ به لأن جميع الذين رووا الحديث في السلسلة كلهم عنده ثقات في الرجال والآخر عنده السنة فيه ضعف إما من ناحية تسلسل إما من ناحية أن السيد واسمه ما يحفظش من زياد إما السيد عنده الذاكرة من كبير فقط الذاكرة كين عين من كبير تعالوا شحال غير يفترقوا هنا دي العلماء فان الحديث شحال غير يفترقوا في السنة مش حال؟ تصفى المالكي والمالكي واسم تصفى تصفى العجب دي المالكي يعودك اللي يقدر في فضل القضية وتصفى الشافع واسم إذن الحمد لله هاوش أحكي تفهموا الآن على السنة وقعقال والسنة صحيح ما خلفوش يقول لما يمشيوا؟ المتن آه غاد يمشيوا للمتن تخيل نعمسي كيمشيوا للمتن الآن واسمو غاد يشوفوا في المتن أولا يقولوا هاذ المتن هنا زيد صحيح 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 زيد هل هذا الذي قاله النبي صلاحي واسم؟ قاله بصفته نبي أو بصفته زيد قائد إذن كاي اللي يقول باللي صفته النبي يحمله على الناس كاملين الخرين يقولوا اختلفوا معنا ويقولوا لا هذا إنما قاله بصفته قائد فلا تحملوا علي الأمة ههما زادوا اختلفوا زيد هه تفقوا على الساند باللي قالوا نبي صلاحي واسم ههما بقاش الأخرى مش هات الأخرى مش هات الأخرى مش هوا عند اللي يجتمعوا باللي الساند يعني المتن قالوه نيشان بصفته مبلغ عليه واسمه وقعه قالوا بعضهم هل يرادوا به الأمة كلها؟ أو يرادوا به الأعيان حال لحد ينتعني نبي صلاحي واسمه نيقال لهم هكذا هذا الحرير والذهب حلال على إناث أمتي حرام على ذكر أمتي يعني قال أمة ولا معنى يعني قال أمة يعني قال أمة ها لكن هل سيدنا عبد رحمة بن عوف يلبس الحرير رخ خسر في يلبس الحرير إذن هذا الحديث واسمه أعيان خاص بعين هاد السين هذا الكلام اللي قالوا نيبس الأسم واش قالوا يسري على الأمة كلها؟ فهو عام؟ أم أنه خاص ديال الأعيان؟ هنا يخلفوا الصحابة يقولوا هذا فقط يهموا كذا الأخرى يقولوا لا يهمنا ها ما اختلفوا في نسلمة ثالثة قالوا بالليرة يخسر العام وصحيح مشوا عنه واسمه قالوا هناك من روى غيره وهم أوثقوا من هؤلاء فنترك هذا اللي هو صحيح ومتفاهمين على المتن ومتفاهمين على نام فنتركه واحد العلماء قالوا هذا نتركه لأن هناك من هم أوثقوا من هؤلاء رووا في النازلة ما هو كذا ثم من بعد يجيوا عند هذا اللي يتفقوا عليه وهو الأقوى اسمه يقوله هناك من يقول عودك هذا الذي تعتمدون عليه زيد كان يؤخذ به في البداية فجاء آمن زيد ونسخها وجيبلك النسخة متاع العيد ديالعيد ديالعيد في العيد في اللول العيد كميس قالوا من المسلاصم مازمو قالهم من المسلاصم مازمو قالهم ثلتية متفوش ثلتية كل الثولف ثلتية تصدق الثولف وهدي الثولف ثلتية علاش يقولي علاش الحديث صحي علاش لأنه ما كانش الخرفان وخصي قعد الناس تاكل وحل العدد ما عيدوش يصير تصدق من بعد قعد الناس ولا التأييد في التالي المصر قالهم كونو وتصدقوا وتداخروا يلا الداخر وقع بزو الصحيح وقع يجدوا الإعلان إذن إحنا واش راحنا في الحالة كما كانت مكتفل لول كفاية الضعافة من زيانين ما نفوتوش لتيام وإلا قعد الناس معيدة فوح الحي قعد الناس معيدة ومقودروا السيديات باش يقلس لك مثلا عام كامل حادي تزوش في نفس الموضوع لكن هذا جا فوح اللوقيتة اللي يحتاج هذا كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور كنت نهيتكم عنها كنت حديثة عادة بالجاهلية نهيتكم ولكن الآن فزوروها وزوروها نقلعوها هذي نقلعوها واللي وغيف نزورها ولا تبقى نالخرا كنت قد نهيتكم كنت قد نهيتكم ونو تبقاش على حساب الواقع لا على حساب الواقع تبشي للأعروبية يا وزيد ويدخلوا المقابر ويبقوا يديوا التراب ويبقوا يديوا وكذا ويعظموا في القبور هذا ستنهاهم عن الزيارة لأن الزيارة هنا لا تؤدي المقصد الشرعي وهو تذكر الآخرة وإنما تجعلهم يعظمون الموتى ويسألون الموتى فيبقى بداية الحديث صالحا للوقت الذي يصلح فيه وهو العلة الموجودة هي علة حديث عهد بالجاهلية كانوا يعظمون بقى العلة الأول هو اللي تبقى مشت العلة فالآن فازورة ما نخافش عليكم انتفت العلة فانتفى حكمها أحبي بي وش حالزين هذ العلم أحبي بي وش حالزين هذ العلم وتمنيت يكون فرص كل واحد وخاصة الناس انتعه شكون ديال الدعوة وديال الحركة تمنيت هذ الشي بش يكون الناس عارفينه كان ثمانية الضوابت نقول لها لكم في التعامل من الحديث الضوابت 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 فهموا الحديث الله رحمة لكم فهموا الحديث زن فهموا الحديث في ضوء القرآن العظيم زن جمعوا الحديث في الموضوع ونواحد ثالثا فلبر أحبي فهموا الحديث في ضوء ملابساته الخامس فهموا الحديث في ضوء التفريق بالله الوسيلة والغاية السادس فهموا الحديث في الضوء علم الغيب والشهالة السابع فهموا الحديث في الضوء اللغة المجاز والحقيقة تعرف هذا علم سبحانك أنا السلافيين قويها الحديثة كده ويجبوني يضحبوني يا رب يمساكين مع يا السلافيين ما حارفه شيئا حج يجع تعرفيني قوي في الصلك يقولك واسمه قال الإمام القراءة يقول أغي حلاء أعقلك وتمتع يا صاحبي شوف العلم كدير شوف العلم المؤسس ولكن لا إله يا لله لو سكت الجاهل لقل الخلاف هاتشيكوشي من يجاته في المعركة تابطر والعلم يا رسول الله هذا المنزل الذي نزلته هو أمر الله أي أنك تتصرف هذا تصرف النبي المبلغ عن الله هذه الوظيفة أم أن هذا المنزل الذي نزلته هو وفق اجتهادك ورأيك وكما تقتضيه السياسة والحنكة العسكرية قال السياسة والحنكة العسكرية وكذا إذن قلح هذا من ينقلب لي ماشي أنت عربي هذه قد يالي أنا ونجد قال له ماشي هذه هي زيني يا الصحابة يا صحابة سيادي الصحابة إذن فهمتوا ما معنى ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك ومتاخر فهمتوا المسألة الأولى أن الأنبياء الذنوب انتحهم هي قربات جل الصحابة والثانية المسألة الثانية أن ازدياد الإيمان في كل يوم للنبي يرى أن اليوم الذي مضى يكون قد قصر والثالثة لأن اجتهاداته حينما يجتهد كرجل دولة ولا قاضي ولا كذا لا تصل اجتهاده إلى ما هو عين الكمال فيتدخل الله إما عن طريق صحابي وإما عن طريق الوحي ليرفع هذا الاجتفاد لما هو الكمال في علم الله اللهم صل على النبي اللهم صل على الحبيب اشتركوا في القناة